قبل مسؤولين بارزين في النظام الإيراني أعتقد مصطلح وحدة الساحات اختلف ولا يتحقق يعني أنا أقول وحدة الساحات بدون التدخل العسكري الإيراني المباشر لن تتحقق وكل التصريحات الإيرانية تشير بأنه ليس هناك تدخل مباشر بهذه الحرب لغاية الآن يعني شنو تقصد هسا اللي داي صغير هذه أدوات إيران شنو قصدك وضح لي هي مو شغلة النهر لا وضح لي يا واضح أعتقد اليوم إجابات صريحة لا أريد أن ألف ودور حول الخلف لا أريد أن أقول لك إجابة صريحة أنا أقول لك يا استراتيجية أو مصطلح وحدة الساحات تقوم على من تقوم على فأذرع إيران أو فصائل المقاومة أو محور المقاومة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن بإسناد منه إسناد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإذا اليوم حزب الله يقاتل وحيدا وفي غزة تقاتل بشكل أيضا انفراد رغم أنه حزب الله منذ اليوم الأول من الثاني يوم بعد طوفان الأقصى هو دخل في المناورات ودخل في هذا الأمر لماذا أقول لك أنه حزب الله وحيد تقريبا حاليا وحيد وهناك حتى تسريبات صوتية من قيادات في حزب الله اللبناني منتشرة في لبنان يعني هناك عدم ثقة بينها وبين النظام الإيراني أصبح خاصة في تسريحات سيد عماد يقول لك حزب الله بوحيد ويا فصائل المقاومة الفلسطينية والعراقية لكن يختلف دور إيران يختلف دور إيران حسنا أنت تقول لي وحيد حزب الله وحيد بمعركة مميتة بمعركة كبيرة مع الكيان الصيوني ما أنت أحكي لك العواقب وخيمة عواقب هذه الاستراتيجية قد تكون وخيمة وحيدة